بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أشرف المسلين سلام عليكم جميعا اليوم سنقدم لكم فرض الفصل الثاني في مادة لغة العربية لتلاميذ السنة الأولى متوسط نبدأ على بركة الله أولا لدينا السند نقرأ كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلا زاهدا شديد التواضع ذا رأي سديد وحكمة بالغة ما سجد لصنم قط بل كان ممن يلتمسون كبد الحقيقة في ظروب هذا الكون الفسيح ينشدها ويتبع أثرها أينما وجدت وكان يحب الله ورسوله حتى أنه أنفق كل ماله في سبيل الله تعالى ولم تنازعه نفسه يوما إلى أمر الملك أبدا ومع هذا فقد آلت إليه خلافة المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى عمر يوم السقيفة حين اجتمع المسلمون لتولية خليفة عليهم بأن أبو بكر هو أحق الصحابة بها لأن النبي أمره أن يأم المسلمين في صلاتهم لما كان مريضا واتفق المهاجرون والأنصار على أبي بكر خليفة لهم حتى إذا ما بايعه الناس وأقروا به وقف بهم خطيبا فقال أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني ولا تأخذكم في الله لومة لائم إلا أن الضعيف فيكم قوي عندنا حتى نأخذ له بحقه والقوي فيكم ضعيف عندنا حتى نأخذ الحق منه طائعا أو كارها أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم هذا كان السند نذهب الآن إلى الأسئلة أفهم نص الأسئلة هذا فكرة عامة مناسبة للسند ثانيا استخرج من النص صفتين خلقيتين من صفات أبي بكر الصديق يعني نزوج صفات جيدة لأبو بكر الصديق أو أبي بكر الصديق ثالثا لماذا كان أبو بكر الصديق أحق الصحابة بالخلافة ورابعا القوة لصاحب الحق في مجتمع المسلمين استخرج من النص ما يدل على هذه العبارة خامسا اشرح المفردتين التاليتين آلة ولائمة أتذوق النص أولا استخرج من النص طباقا وبين نوعه وثانيا استخرج من النص تعبيرا مجازيا أي غير حقيقي أتعلم قواعد لغتي واحد أعرب ما تحته خط في السند إعرابا تاما نحن نعرب الكلمات التي تحتها خط في السند ثانيا استخرج من النص جمع تكسير وجمع مذكر سالم ثالثا استخرج من النص كلمة تحتوي على همزة هنا ما حدد لناش هل هي همزة وصل أو همزة قطع ورابعا حول ما بين قوسين في النص إلى جمع المذكر الوضعية الإزماجية السياق تزخر الجزائر بالكثير من العظماء بحيث يحفظ التاريخ صفحات مشرقة لإنسانية هؤلاء الشخصيات في كتاب عظماء العالم التعليمة اكتب فقرة لا تتجاوز 12 سطر تتحدث فيها عن أحد هذه الشخصيات العظيمة العالقة في ذهنك موظفا مكتسباتك القبلية الجزائر ولد فيها كثير من العظماء ويشهد التاريخ على ذلك طلب منها أن نكتب فقرة ما تكونش أكثر من 12 سطر نتكلم فيها على أحد الشخصيات العظيمة أو أحد الشخصيات الجزائرية العظيمة العالقة في ذهنك موظفا مكتسباتك القبلية أي الدروس السابقة الآن نتقل الجزء الإجابة لدينا أول سؤال الفكرة العامة طلب مننا أن نعطيه فكرة عامة لنصدعنا السند عامة هنا يتكلم عن أبي بكر الصديق وكونه قدوة لنا في التواضع ومثال لنا في تسيير الشؤون العامة إذن نستطيع أن نقولك فكرة عامة أبي بكر الصديق قدوة لنا في التواضع ومثال في تسيير الشؤون العامة الفكرة العامة أبو بكر الصديق قدوة في التواضع ومثال لتسيير شؤون العامة بحكمة وثبات ثانيا استخرج من النص صفتين خلقيتين من صفات أبي بكر الصديق أي زر صفات جيدة لأبي بكر الصديق في السند ذكرت لدينا الكثير من الصفات نذكر بعضها لدينا شديد التواضع ذا رأي سديد وحكمة بالغة وأيضا ما سجد لصنم قط ثانيا الصفتان هما شديد التواضع وهو أيضا ما سجد لصنم قط ثالثا لماذا كان أبو بكر الصديق أحق الصحابة بالخلافة هنا أبو بكر الصديق هو أحق الصحابة بالخلافة لأن النبي أمره أن يأم المسلمين في صلاتهم لما كان مريضا ثالثا لدينا أبو بكر الصديق أحق بالخلافة لأن النبي أمره بأن يأم المسلمين أن يكون إمام للمسلمين في صلاتهم لما كان مريضا ورابعا القوة لصاحب الحق في مجتمع المسلمين استخرج من النص ما يدل على هذه العبارة ما يدل على عبارة أن في ديننا الإسلامية من على حق هو القوي أو من يتبع الحق هو القوي هي هذه العبارة إلا أن الضعيف فيكم قوي عندنا حتى نأخذ له بحق والقوي فيكم ضعيف عندنا حتى نأخذ الحق منه طائعا أو كارهان إذن الدليل على أن القوة لصاحب الحق في الإسلام أو في مجتمع المسلمين إلا أن الضعيف فيكم قوي عندنا حتى نأخذ له بحقه والقوي فيكم ضعيف عندنا حتى نأخذ الحق منه طائعا أو كارهان خامسا إشراح المفردتين التاليتين لدينا آلة والآلة إذن أول كلمة وهي آلة آلة أي بمعنى انتقلت يعني مثلا نقول بأن الحالة التي آل إليها هذا الشخص ليست جيدة إذن الكلمة الثانية وهي لائم ها هي لائم لومة لائم لائم أي معاتب أي مثلا نقول في جملة أنا ألوم شخصا ما أي أعاتب شخصا ما إذن لائم معاتب لدينا آلة انتقلت ولا أم معاتب الجزء الثاني وهو جزء التذوق نصي استخرج من النص طباقا وبين نوعه نستخرج من النص طباق ونبينه نعتع نعطي مثال عن الطباق في النص لدينا القوي والضعيف أو الضعيف والقوي هذه الكلمات عندنا المعنى انتحم ضد أو عبارة عن أضداد لدينا الطباق في السند القوي ضد الضعيف ونوعه هو أكيد عبارة عن طباق إيجاب ثانيا استخرج من النص تعبيرا مجازيا التعبير المجازي في هذه السند هو ممن يلتمسون كبد الحقيقة هنا هل الحقيقة لها كبد لا هل نستطيع أن نلمس كبد الحقيقة أنا أكيد لا لأن الحقيقة ليست إنسان ليكون لديها كبد إذن بل كان ممن يلتمسون كبد الحقيقة أو يلتمسون كبد الحقيقة هو عبارة عن تعبير مجازية ثانيا التعبير المجازي هو يلتمسون كبد الحقيقة أتعلم قواعد لغتي الآن أولا أعرب ما تحته خط في السند إعرابا تاما إذن لدينا أول كلمة وهي زاهدا رجلا زاهدا هنا لدينا زاهدا هي عبارة عن أكيد صفة رجلا زاهدا رجلا زاهدا هي عبارة عن صفة لماذا هنا ممكن في بعض الأحيان يقول لك ممكن جي واحد يقول لك ممكن هذا يكون حال هنا لا ليس حال لأنه القاعدة تأيج تقول لي تقول لي الجمل بعد المعارف أحوال الجمل بعد المعارف أحوال يعني مثلا يكون عندنا الحال أو تكون عندنا جملة أو كلمة معرفة اللي بعدها لازم يكون حال اللي بعدها رح يكون حال أما كنت تكون عندنا ناكرة اللي رح يكون بعدها رح تكون بعدها صفة الجمل بعد المعارف أحوال يعني كي تكون كلمة معرفة رح يكون بعدها حال وكي تكون كلمة ناكرة رح يكون بعدها صفة إذن زاهدا هنا هي أكيد عبارة عن صفة لأنه قبلها ناكرة أو كلمة ناكرة الآن عندنا المسلمون حين اجتمع المسلمون هنا من المسلمون إذن هي فاعل لدينا الإعراب زاهدا هي عبارة عن نعت أو صفة منصوبة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرة أما المسلمون فهو فاعل مرفوع وعلامة رفعه هنا ما هي علامة رفعه هي أكيد الواو لأنه جمع مذكر سالم قلنا المسلمون يعني مجموعة من المسلمين هو جمع مذكر سالم ثانيا استخرج من النص جمع تكسير وجمع مذكر سالم لدينا أولا جمع تكسير لدينا الصحابة وجمع مذكر سالم لدينا المسلمين لدينا جمع تكسير الصحابة وجمع مذكر سالم المسلمين ثالثا استخرج من النص كلمة تحتوي على همزة هنا ما حددلناش أو ما قالناش سواء همزة قطع أو همزة وصل كما قلت لكم سابقا هنا ما قالناش سواء همزة قطع أو وصل ولكن هنا مثلا عندنا اجتمع واتفق عندنا حين اجتمع المسلمون واتفق المهاجرون هنا الزوج ما عبارة عن همزة وصل كلمة الزوج اللي استخرجناها فيهم همزة وصل ثالثا استخراج من النص كلمة تحتوي على همزة عندنا زوج كلمات هنا اجتمع واتفق هنا اذا اضفنا مثلا نأخذ مثال على الكلمة هذه اجتمع قلنا هنا كلمة للزوج تعنا استخرجهم فيهم همزة وصل اجتمع هنا لو اضفنا مثلا الواو نقول واجتمع مباشرة واجتمع اي مباشرة قلنا واجتمع ونطقنا الجيم ولكن لم ننطق هنا الالف لم نقل واجتمع قلنا واجتمع نفس الشي مع اتفق لو اضفنا الواو نقول واتفق وليس واتفق رابعا حول ما بين قوسين في النص الى جمع المذكر اذا الان عندنا الجملة تعنا في النص طلبنا ان نحولوها الى جمع المذكر السالم اذا عندنا هنا الجملة اللي بين قوسين الا ان الضعيف فيكم قوي عندنا حتى نأخذ له بحقه والقوي فيكم ضعيف عندنا حتى نأخذ الحق منه طائعا او كارها اذا اذا تولي تولي الا ان الضعفاء كانت الضعيف يعني انت الضعيف مثلا تولي الا ان الضعفاء فيكم اقوياء عندنا حتى نأخذ لهم بحقهم والاقوياء فيكم ضعفاء عندنا حتى نأخذ الحق منهم طائعين او كارعين اذا التحويل عندنا الا ان الضعفاء فيكم اقوياء عندنا حتى نأخذ لهم بحقهم والاقوياء فيكم ضعفاء عندنا حتى نأخذ الحق منهم طائعين او كارهين الوضعية الاذماجية يعد العلام عبد الحميد بن باديس من اعظم علماء الجزائر وهو رمز من رموز المقاومة الجزائرية ولد بمدينة قسنطينة بالرابع ديسمبر 1889 ميلادي حيث نشأ في اسرة عريقة معروفة بالعلم والثراء حفظ القرآن الكريم ونال شهادة الجامعة واشتغل مدرسا وحث الناس على التمسك بالدين ومتابعة الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي الظالم وهو مؤسس جمعية العلماء المسلمين من اجل الاصلاح ولم يتوقف هذا البطل عن نشر العلم حتى اجتد عليه المرض وتوفي في 16 افريل 1940 ميلادي حيث حدد هذا اليوم يوم العلم من كل عام وسيبقى ابن باديس كالنجم يشيع نوره في سماء العلم ولن يتوقف الناس عن تذكره دائما يجب ان ترى قيمة الرجل فيما يقدمه وليس فيما هو قادر على الحصول عليه مقياس الرجل العظيم قدرته على السخرية من المتعب ما معيار الرجل العظيم في رأيك؟ معيار الرجل العظيم هو كل من استطاع ان يرقى بسلم الاخلاق للانسان وهو كل من اضاف لسعادة البشرية سلام اشتركوا في القناة